ليس ذلك كذلك ولكن الله تبارك وتعالى كان إذا قضى في خلقه أمرا سمعه حملة العرش فسبحوا فسبح من تحتهم فسبح لتسبيحهم من تحت ذلك وما زال التسبيح يعبط من سماء إلى سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيسبحوا ثم يقولوا بعضهم لبعض مما سبحتم فيقولون سبح من قومنا فسبحنا لتسبيحهم فيقولون ألا تسألون من فوقكم مما سبحوا حتى ينتهي إلى حملة العرش فيقال لهم يا حملة العرش مما سبحتم فيقولون قضى الله في أمره كذا وكذا ويقصدون الأمر الذي كان فيعبط به الخبر من سماء إلى سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدثوا به فتسترقه الشياطين بالسماء على توهم واختلاف ثم يأتوا به الكهان من أهل الأرض فيحدثوهم به فيخطئون ويصيبون سبحان الله ولا إله إلا الله من أنت يا خراب؟ أنا سواد بن قارب الكاهن؟ بلى الذي جاء بك يا سواد هذه دار إسلام فنقر كهانة ولا كهانا يستمعون إلى الجن وقد حجبوا أعرف والله وقد جئت لأؤمن بالله ورسوله وقد أنزرت به ولا أستطيع أن أنك فأين أذهب؟ بورك لك يا سواد هيا بنا إلى مسجد رسول الله هيا حبا وكراما فيتحدث الكهان بما حدثتهم به شياطينهم فيخطئون بعضا ويصيبون بعضا ثم إن الله عز وجل حجب الشياطين بالنجوم التي يقذفون بها فانقطعت الكهانة اليوم فلا كهانة بعد الأهل من هذا الرجل يا سعد؟ أنا سواد بن قارس الكاهن؟ بلى الكاهن الذي كان ما جاء بك؟ جاء ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ شكر الله يا رسول الله لقد أنذرتني الجن من بعثك يوم رجمت بالشهب فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهل أتاك تابعك بعدها يا سواد؟ والله ما أتاني إلا لينذرني بمبعثك يا رسول الله وقد عودني المرة بعد المرة وكنت أسأله عن أشياء كان يخبرني أيها فإذا به قد حجب فلا يسمع شيئا ولا يعرف أمرا من أمور الغيب التي كان يحدثني بها يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سواد إن الله عز وجل حجب الشياطين بهذه النجوم التي يخفون بها فانقطعت الكهانة اليوم فلا كهانة يا رسول الله إنما كنت رجلا على الشرك يأتيني تابعي من الجن فيخبرني فأتكها يا رسول الله لقد خلعت رداء الكهانة إلى نهاية حياتي فهل أحاسب على ما كان مني في جاهليتي؟ يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سواد إن الإسلام يجب ما قبله فإن أخلصت الإيمان وعملت بأوامر الإسلام ونواهيه فنبس عليه فقد كنا قبل الإسلام على الشرك وقد هدم الله إلى الإسلام والإيمان بالله وحده وبما جاء به رسوله من عنده ولكل مسلم الجنة ما عمل صالحة الحمد لله الذي هداني إلى الإسلام بين يديك يا رسول الله الحمد لله الذي هداني إلى الإسلام بين يديك إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك ذو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم يقول لكم صلى الله عليه وسلم كلوا مما أتبئوا هذه واحدة الأنبياء لا يقوم المصر إذا كنت يا سيدي لا تأكل من الصدقة فهذا كيس آخر فيه تمر طيب وهو هدية لك يقول لك صلى الله عليه وسلم أما الهدية فنعم فيأكل منها ويأمركم يا أخوتي دون مشاركته نعم وهذه ثانية جئناك يا عبد الله ونحن سادة اليهود في يثرب ونحن أحلاف يثرب أوسها وخزرجها كانت يثرب لنا ولكم حتى جاءنا محمد وأصحابه بنسائهم ورجالهم فكاثرون عليها وما أظنهم إلا غالبون على أمرها لقد غلبنا يا ابن أخطب والابن أيها السادة هكذا يا ابن أبي ألا تركها لمحمد وقد سلنا لنا شريعة تنصرنا تحت حظمها فإن خالفها أحد حوكم بيها وقد يطرد من المدينة يا ابن أخطب جاءت رح عاتية فانحنيت لها وأني أسلمت بين يدي محمد حتى لا يعزلني قومي ولا يكون لي شيء من أمرهم وأنا ينتظر فلربما يأتي يوم تعود فيه أيامي وأيامكم أيها السادة أينحاز الأوس والخزرج إلى محمد وأصحابه وينصاعون له ويتركونك أجل أيها السادة أجل يا ابن أخطب إنهم يؤمنون به وبما جاء به وطاعتهم له لا سابق لها بملك في مملكة بل لكسر الفرس ولا لقيسر الروم ولولنت خصومته لأخذون الشد من ثيابي وأخرجون من يثب لا أعود إليها أبدا ولكنني أيها السادة أتفكر وأتدبر وأنتظر وأنتظر فلنصبر أجل فلنصبر إننا ذاهبون إليه أنا الحسين المسلام وإنني مقدم بين اليهود وسيدهم وابن سيدهم جئت موقنا مؤمنا صادعا لأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وها هم سادة اليهود قادمون إليك فغيبني واسألهم عني كيف أنا فيهم وهم لا يعلمون بإسلامي فإنهم إن علموا عابوني وبهتوني يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت عبد الله بن سلام منذ الآن ولست الحسين فغيب وجهك واختبئ خلف هذا الجزء عندما يأتون كرمتني يا رسول الله باسم عبد الله الذي أطلقته علي نحن سادة اليهود تغيب يا عبد الله تغيب جئنا نتحدث إلى محمد السلام لك يا سيد المسلمين محمد يا معشر يهود يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم